يعني بعد عام حضرتك المشاهدين طبعاً للسياسة صدر موسيقى موسيقى وهذا موقف تاريخ حروط وقت جديدة رأى الفجرودة جديدة بطحرة عطوان ثابتة في هذا النمار حول هذا حاجت الوزير المقبل العالمي صاحب الخضرة الطويلة ستير أحمد خروج يعني يحاول المباور يحاول مقام للخسرين يحاول أن يأخذ الصدر الذي هدى في الأخر جعلنا نمترضى حصار تلك المقبلة وماثر ألغاد في اليوم السياسي الخطوة الجائية ملاك تضار ومشاعر في هذا الصدر لما هي نهاية تجربة نجيلة بعض ثلوات من تجربة المسياسة القديمة البعض يصف هذه الترجوهات هذه الخطوة بناها واقعية والبعض يصالب الفلسطيني فأن يدعبوا هذا الترجوه أو أن اشتركوا مع الأخ البحريني والأخ المتباراتي في هذا الحال الحال كان العرب كان العرب درماً في الموازهة العسلية والمتباراتي والمتباراتي ونعمل القضية المتبارية للعرب يوز ونعمل من الصعب حالياً المتباراتي كتنف يحييت هذا المتدار وأن يجب من الأخ الذي مصاف من يجب من هذه المبادرة المبادرة تتوقع أفتاد الإسرائيل عنها وأفتاد أفتاد عنها وأن تلتج الإسرائيل فالجانب لا يجب أن نشتب استخدام الأشقاء معا قبل أن نراقب ما سيفصل عنه هذا السواد طيب أستاذ عفوا دكتور أحمد أيضا سيد نعم سيدة بلغيط أيضا قال أنه حتمية انهاء سيطرة إسرائيل على أراضي الفلسطينية هي الشرط أساسي لتحقيق السلام إذن قرارات التطبيع الأخيرة تحت أي إطار تندرج مع عدم انسحاب إسرائيل من أي منطقة في فلسطين خاصة منطقة الضفة الغربية المطلوب المثمة حاليا من المطلوب أو المطلوب قاسر 302 من الضفة وهذا هو المطلوب خطع على ذلك لتجاوزه عن الوقت إنما هذا وقت تم تجاوزه حاليا ونسواها تكون دماؤلات أفريقية بتعليق هذا الإجراء الذي يجعل لا حديث عن الأرض لأن الأرض تكون غير موجودة من الأشياء المطلوب في هذا السبب هو انتجاع مدد من الصراط التأكيد على هذا التراجع على إحدى السبب بعد أن عدد قررر التوصلاب في تجاوزه العربية موجودة بالإجراءة عن الوقت المطلوب بمجيز من الفقوق للفلسطينيين وردت هذا اجتبغى تفاق الخطوة في هذه القطوة التي لم تستمر وتطررها مع الأنفحة بالسامل وهناك على مدد قررر بالقرر على سعادة توقف وزيخ الجيد السعيلي إلى المحتفلين لذلك بتوقيع نعم أشكرك أشكرك دكتور أحمد فواد أنور باحث مختصف الشان الإسرائيلي كنت معنا مباشرة من القاهرة